مشاهدين كرام أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري حسم ملف المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضة وأسندت المهمة إلى شركة ديليوت العالمية وهي شركة متخصصة في تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات المالية ونقلا عن وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مسؤولين قضائيين في ليبيا فإن المراجعة الدولية تنضي قدما بعد أن هدد مكتب النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات المسؤولة عن تأخير هذه الخطوة أعلنت منظومة النهر الصناعي عن تعرض 19 بئر للتخريب والاعتداء محذرة من مخاطر محتملة تهدد الأمن المائي في البلاد هذا وأوضح جهاز النهر الصناعي أنه إلى جانب الأبار فإن الاعتداءات طالت الكوابل الكهربائية الممتدة داخلها مشيرا إلى أن إجمال الأبار المخربة وصل إلى 152 بئر ما أدى إلى توقف ضخم مقداره أكثر من 3 ملايين متر مكعب من المياه يوميا أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن استكمال سيانة المحطات في منطقة قصر بنغشير المتضررة جراء الاشتباكات خلال الفترة الماضية هذا ونفذت فرقة الكوابل والخطوط التابعة لدائرة المنطقة أعمال الصيانة كما قامت بإصلاح خط الأحياء الواقعة جنوب طرابلس كارثة بيئية تسببت بها محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأجدابيا عقب توقفها عن العمل منذ سنوات من جرعا تدفق المياه الملوثة خارج المحطة وإدرارها بالمزارع والمناطق السكنية المحطة تعطلت قبل عام 2011 بعد الترس بالمياه والأسمدة بها ورغم محاولة عادة تأهيلها عام 2013 إلا أن المشروع لم يستكمل حينها حملة تعقيم للمؤسسات الحكومية والخدمية والتربوية انطلقت ببلدية غدامس تحت إشراف منظمة شباب غدامس وتهدف إلى تأمين صحة المواطنين وحمايتهم من خطر عدوى فيروس كورونا وتأتي هذه الحملة بالتنصيق مع وكالة التعاون التقني والتنمية ووكالة التعاون للماني وقبل أن نختم هذا الموجز مشاهدين الكرام نترككم مع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء وآخر أسعار صرف الدنار مقابل سلة من العملات موسيقى بهذا نصل مشاهدين الكرام إلى نهاية الموجز دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة